يفهم احلى راديو نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد لايام انتم معانا على الماتينة الويكاند من طويقه حتى لتسع عطاعة صباح ان شاء الله نهاركم زين مبروك سعيد ويجيبكم كل اخبار الحلوة والباهية والزينة يا ربي ان شاء الله اليوم لحد تلاتة وعشرين جوان الفين واربع عشرين اللي وافق سبعتاش ذي القعدة اربعتاش ذي الحجة عفوا اربعتاش مين وخمسة واربعين من هجرة ملاهو العز والشرف اليوم يوم عظيم اليوم بارح قلنا ممكن ياسر تخرج جيهان قالت العدد وعليها كانت البارح جيهان قالت مش تخرج النتيجة على سماس بالبارح بداية من عشر وقتاش يا اخي ما خرجتش النتيجة من البرح وتخرج اليوم وهنا سعيد بهذا خطر انا في زماني هنا وفي زمان الكيفي كنا تخرج شهر الوقت لعباد الكل في الليسي يمشيوا لعباد قدام الليسي يستنيوا النتيجة وعندها شاغم خاص جدا ويسر حلو على كل حال ان شاء الله الزغريت بالمغد اليوم نسمعوه في كل دار ونسمع الفرحة في كل مكان وان شاء الله يا ربي يوفق لعباد الكل جيهان نهارك زين نهارك اسعد وبرك ستورة سباح الخير للي يسمعو فينا الكل كيما قلت اليوم ان شاء الله تزغريت نبدأ واغذر احنا ملي نبدأ وماشيين وانتي تسمع كين وراراراي وراراراي قبل يمكن كانت القلوب كاسحة كانوا اكسح لعباد معناها لا 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 طوي ليه يلزموا يعرف قبل ما يمشي لا يتيحوا يدوخوا بالحق وفما اللي ما يقعد مزبهل معناها اي ما في ماش فاهم من غالبه شنية يقعد مشوارهم منزبهل وفما يقول لك لاي بنصدق اللي مراه ورقه معيني يقعد غدي يستنى يتنى حدا ليثبت وبرشة من جميع اللي له مع موجود كل 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 نوع نوعيات الكل هم موجودة وفما اللي ينقذ بالفرحة ويلاحد وكذا ما معناه موجودين النوعيات الكل ولدي لكن فما شاغم شفما شاغم وأن كانا راحب الناس عمري ما حضرت في انتيجة منتيجي ما انتهى قد منت عملت عمري ما حضرت في انتيجة ويجينا لاخبار من بعديش مرعاش دم يبيرض ولا ما تبلح ولا بالله ما نعرف كيفيش أما على كل حال ما نحضرت في انتيج شوفها بعدش أما على كل حال نعرف اللي الامبيانس كيفية تكون نعرف اللي الامبيانس نتصور معناه الامبيانس قدام الليسي وانتي تبدأ تستنى على صحابك وعباد وصحابك وعائلتهم صحابك وناسين فما شرم يسرح له شرم خاص قبلي كنت تخرج نتيجها على الجرايت فقط ما كنت تخرج على الجرايت نحن كانت قدام المعهد وكانوا يعبدت الاجتماع قد غديك وكانت تحية تحية وداع للمعهد ذاك الإسلام تسلم عليه آخر 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 المطاف معناها على كل حال بوك أسماي سانتردين العبرة بالنتيجة إن شاء الله يا ربي وفقنا لكل بسام سباح خير سباحكم وارد سباحكم فرحة وإن شاء الله يا ربي أيامنا لكلها فرحة وعلى حكاية الفرحة أنا متغشش شوي قولولي عليش عليش عصبين نغش الدب على قفة بالعنب ليه مهيش حكاية أي فيها هي حكاية العنب لمحالة شبيناك يوليناك ينمشيوا للعروسة طيب أحنا صحيح بش مشي ونفرحوا للشخص إذيك وع العين والرأس وكذي لكن عليش كترونش تاجين إذيك وليت قد صبعي صغي عليش مشي وتصغير ملا عليش مشي أنا بتبعتي مشي بش نفرح له سيبون فرحت له بش نفرح له بالميكي بش نفرح له وعليش شو اسمها عليش كالحلو بقليوة ولا كاكل ورقة ما عادش موجودين في العروسات عليش كالوليت بنسبة قليلة كل قدير وقدره يا بس نعرف منيش ملايه ما نعرف بكل قدير وقدر وكذي من نحكي على أصباح يا ربي نعبي تقول أصباح الخير نهاركم زيد ليهين في شمعت الباك ربي شاء الله ويعي وانتي تفركس على التواجن وعلى المرقب ايه ما هو خاتر بالحق هديك خاتر مشيت البارح حاكيح عندي برشة ممشيتش عروسات وكذيه مشيت البارح خيات الدنيا تبدلت بلنا معاد استاد نوه معاد استاد نوه للعروسات دنيا تبدلت يجي بالعروسات وتقطع كم يرشك ما عاشا استاد نوه بس هاني نبه عليكم ما عاشا استاد نوه بس هاني الفروحات من محب نحب التاجين برشة نلقى التاجين فهمت بالحق مجيش مجيت شي روح للدار طيب تاجين كله ليه تاجين العروسات فيها حاجة سبيسيال نحب نصبح صباح خاص جدا وتحية تكبير سلام قال قال مصري على قائد السيناء صفيين اليوم ايهاب كيف كيف قائد السيناء الدجتال وقلكم صح يا عايش زيدة عاد هيفة زادة كيف كيف نقولها بانجور واليوم اليوم نقولها بانجور خاص جدا وغاني الحصة لكل اليوم خاصين الهيفة مواجهين لها خاص تحية كبيرة لها علش على خاطر اليوم عيد ميلادها ذكرى ميلادها العشرين ذكرى ميلادها العشرين شو احساسك هيفة هيفة شو احساسك وانتي تخطيتي درجة العشرين من العمر الفنتج من العمر السعيدة ذاية وجاي بالراز ان بلوس جاي تعطي تعطي اخبار بالراز واخبار الزينا ان شاء الله منورة منورة كل عام تحياة بخير شو احساسك شو احساسك عاوك هاك لاحة البراء لاحة البراء ان شاء الله كل عام تحياة خير بطلع هرا ان شاء الله وان شاء الله في كل حاجة سعيدة يا ربي امين. ووغض كيف ايواتيت مع مع نتائج المتالورية. ان شاء الله ينشحوا الكل. امين يا. زغريت على مع عدمي ليزمان. يا ربي امين. وما وما وانتي معنا ما ما متش بالنوع اللي تشارط الطاجين معنا مش مشكلة. ما فمتوش المثل. اللي الطاجين حالا فتخمش كون قال لك مش للعرس وعطاه الطاجين صغير مترايف طاجين صغير. انا كيف وراد. اريد بالله هاي فكونوا معي. ان شاء الله كل عام حيا بخير. اي فا انا نحب نهني الناس الكل اللي معنا يوم يحتفيه بناسبات سعيدة اسباعي بميلادات نفاس. طهور. اه عروسات وخاصة كما قلنا نتائج البكالوريا ربي ينفق الناس الكل. وقلوا ان شاء الله اسباح محلو. كيما ثلاثي المرح كي قالوا. كما قلنا احنا معكم حتى التسعة امتع صباح في اليوم هذي اللي اكيد في كل عائلة فما فما انتظار فما انتظارات. يعني الناس تنتظر في نتيجة انتع البكالوريا واللي في بالي تبدل تبدل تخرج اه ثمانية عصباح. هذا ما ما سمعت ما قالوا لي ما اخبرت بيه سيدة وزيرة اه تربية اه قومية اه ما قد تسمى تربية قومية هي. لاي. كيف اسمها تربية? تربية الانتظار من عائلة لعائلة يفرق راهم. فمع بيت تبدأ تنتظر في النتيجة يعني ناجح والا كنتخل. فما واحد يبدأ ينتظر كنتخل والا غوفوزي. وفما اللي يبدأ ينتظر في المعدل. تسعتاش ولا سبعتاش. ستاش ولا عشرين. كل واحد وانتظارات ولكن تقعد باقي ان شاء الله النتيجة هذية معناها هي سر منتظرة على كل حال موح. هي كل عام هات بعديش حتى الفاكولتي كل عام مش لقاها غسرة للتباق. لكن تقعد باقي هلا عن مستوى الوطني دي ما دي ما الباكالوريا عندها. نتيجة الباك اه وقعة. فقعة كبيرة عندها. اه من من الانتظارات. احنا ننتظر معاكم بطبيعة. وانا بيدي عندي. ننتظر زيادة في نتيجة. اه من مش لمشي الجهان في فقرة كلمة خير. كلمة خير اليوم مستورة لحقيقة قاعدت نخمم زهم على شنو نحكيه. خاطر توا السيزون كامل تبارك الله واحنا كوميب معناها عملنا عملنا برشة مواضيع وحكينا في برشة مواضيع اليوم اخترنا نحكيه على العبد قديش محظوظ العبد الي عندو شكون يعرف يسمعه. اه ثم باش اقولك شنو يعرف يسمع انتي بجي تحكي حكاية ولا اخر بش يسمعك. لي اللي يعرف يسمع فما فرق بين اللي كوت. معنا انتي بش تسمع عبد. طريقة السماع. والا اينا بش نحكي الحكي. والا اينا بش نحكي الحكاية كما هي. نجم مش كما انتي تسمعني كما بساين. اه محليه العبد الي يلقى لشكون يحكي. ويلقى شكون يسمعه. مثلا اينا وقت اللي نجيبش نحكي لك. نجم نكون وقتها نحب نفذف ذكها. اه. ولا انا كي نحكي لك قاعد نحكي مع روحي بصوت عالي. انا وقتها ما حاشتيش منك انتي اول حاجة بش تلوم علي. عليش عملت هكا وما كاركش تصرفت هكا ورد بيلك تعمل هكا. انا ما حاشتيش بهذاك. لا نجم تكون ذا ما حاشتك بالنصائح. ما حاشتيش اينا جاي بش نحكي حكاية. نجم انا في عوضن خمم مع روحي بصوت عالي. جيت نحكي انا وياك بش هاو كان معناه نحكي مع روحي بصوت عالي. هذي كهي هي معناها الكلمة. ما حاشتي بشي اينا نعرف كيفين تصرف. غير وقتها حاشتي بشكون يسمعني وكها. آآ وإلا تنجم آآ آآ معناه تحكي بش تلقى حل لك المشكلة الحل تحب تلقاه انتي. خاطر يقول لك ما يعفز عج ما يحس بالجمراء. كنا يعفز عليها. نجم انتي بش تعطيني نصيحة ما تتمشيش معايا انا. ما نحس هايش. ما انا ما عنديش قدرة تحمل لك الفكرة اللي انتي اعطيت هالي. دونك النصيحة متاعك ما تمشيش معايا. وإلا نجم انا ما طلبتش منك حتى النصيحة. انا جزت حبيت نحكي لك. يا تسمعني وتعرف كيفية تسمعني. يا زايد معناها. وحاجة اخرى حبيت نقولها للعباد. اختاروا اللي شكون تحكيه. على خاطر مش اللي يجي معناه يتحكي له. فما عباد تعمل روحها من اللي هو المهتمة بحكياتك هي جوز بش تسمع شنية الحكاية. كوريوزيتي بالضبط معناه بش تعرف شنية الحكاية. ومبعتلي كهاو معناه تمشي على روحها ما يهميش انتي لقيت حل ما لقيتش. حاسيت روحك تفرهات ما تفرهاتش. نجمت تخرج منها الحكاية ذي كما نجمتش. اذيك اخر اهتمامات هي جوز وقتها حبت تعرف شنية المشكل وشنية الحكاية. دونك الهني انتي بش تلقى روحك بعد ما حكيت لك العبد اللي ماشي في بيلك انتي تفض فضله وتلقاه هو معناها سيبان سامعك ودور ظهره ومشي انتي تتحس روحك معناه تزيد تتأزم معناه تحس احساس خايب على الاخر. نونك اعرفوا اللي شكون تحكي ومش اللي يجي تمشي وتحكي له حكايتك وكل. واللي يبدأ عنده مشكلة ماذا بيهرة وبقل. اقل عباد. اقل وزنين تسمع. ولا مش لازم يدور من عبد العبد هو يحكي. هو 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 يظل اللي اللي معني ان حد يسمعك. ده راح نعرفه اللي لسيدة الاطباء بتاع النفسيين. اي. اللي يحاولوا يعطيه اه 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 يحيطوا بالشخص اللي معناه ما عنده مشاكل كده يسمعه يتكى على ابنك. كل ما يحكي. ويقعد يسمع فيه. خاطر يلزم يخرج عنده الكل. وما يدخل عادة الا ما قلو مش يستفسر معنا مش حسوا انه بلوكاج مش يقول له كلمة مش زي 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 يخرج من عنده. ويتصرح معناها. ولزي معناها بالحق هي نعمة نعمة. نعمة. نظل نعمة كبيرة. اي. انك تلقى شخص يسمعك يعرفك يسمعك. يسمعك بنتي باي وحسك اللي هو يسمع فيك. ويحسك اللي هو مهتم بحكايتك زيادة. اي. وانه تقول لك كلام زيادة انت تعرف لي زيادة كلام زيادة مش 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 يتعاود. اي. ميخرج من غاديك. اي. وانه مش مش يخرج من غادي. اما بالحق معناها انه آآ معناها اي. اي. تحكي لك الشخص ديك مو مهمة. وشخص زي ده ما يحكمش عليك. اي. يعني انتك يتحكي له. ميقلكش اي. بولا ميقلكش. ميخها ما ميانبكش مي. والا لو معليك. اي. 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 والله هو كلمكم صحيح لكن طويك ما نعرش ولينا نعيشه في مجتمع اللي ما عاش تلقى ستورة شكون يسمعك بالحق ساعات تبدى تحسها كيني ويحلتلك لهنا يقوم يقول لك هيك فم برشة كليم ويحل في صدري تجي بش تحكي من بعد تتفكر إلي بش تحكي له الشخصة ذيك بش يخسر عليك باركزومبل أصبر وإلا تيتاو بريودو تتعدى وإلا تيهديك واتيبكش بتعد منو يظل النتيجة لي موفامة ساعات زادة كلم في السيتيازيون اللي انتي فيها تحس روحك كلكلمة ذي كما زيد كما قال جيهين يعني في غيمة كلي وطويكا أنا ننصح العبيدي اللي ما لقاتش شكون يسمح اكتب اكتب حاول اكتب الحكايات اللي في داخلك الكل اكتبها كل يوم شدة كي اكتب حاجة واحكي مع روحك ومع القلم والورقة وخرج الكلم الكل اللي في داخلك بش تحاول ترتاح نفسانية خاطر كما تشوفو الناس الكل مستحقة انو شكون يسمحها مستحقة شكون تفضل ومستحقة شكون انو في غيمة يعني تحس روحك صرتوك يتحكي وكي وتلقى شكون يسمعك تحس روحك اللي انتي عند قيمة عندك قيمة كبيرة عند العبادة ذوك وعند قيمة زادة حتى مع روحك تقول بغي ما ولقيتو شكون يسمعني وخرجتك الحاجة اللي في داخلي وكيما قلت تتي كي واحد يمشي لتبيب وكذي من بعد يرجع لما غدوة كيانو هيكي خفيف متفرهد كذي على هذيك بالحق الناس اللي ما هيش ما تلقاش انا نواجه للناس اللي ما تلقاش كون يسمحها يكتبوا عندكم التليفونات زادة سجلوا الكلام متاعكم اكي يحكيوا مع روحكم بالحق يعني شد التليفونك وسجل الكلامك اكي يبدأ احكيوا ايه ولمشي للبحر ايه للبحر ايه للبحر احكي معا البحر ما يعقم مع شكوني خارج خطر ساعات زادة العبدك يتعدى بمشكلة يبدأ عندو هو لشكوني خي في الانتغاج متاعنا عندك لشكون تبدأ عندك فيه ثيقة بش تحكي معا امك اختك بوك خالتك بنت خالتك بنت عمك عند قليب لتفس ايه صديقة صديقة ايه اي اما ساعات مثلا تبدأ المشكلة توجع القلب متحبش توجع القلب متاع العبدة ذيك دونك تخليها خليها عندك واكها نجم يكون حال من الحلول انك تختب انا نفكر ايه شكون في القديم يعني في عائلتي كانت كي تمر بمشكلة معني تمر بحاجة كي تمشي للقبر بوها ايه توقض عن ساقي للقبر تحكي له الحكاية لكلها كانوا شخص قعد قدامها وتتدعي انها تتفرهد من الناعة وتتدعي انه يعطيها الحل يلهمها بالحل ما بتبعه وملهمش هي تلقى الحل لنفسها ايه مش لقى الحل تلقى تتصبر روحها معناها هما كانت تدعي لحكاية هذي وتقول وتقول انك ستخيزي في كاس حتى يسألوها المحيف قولك كيفاش انت تعديت منها الحاجة الفلانية ولا المشكلة فلانة تقول ليه مشي تحكيت لبابا ايه وبوها مينة عنده سنوات معناها هي الفيت اللي خرجت دونك تفرهدت وكتحس انت يروح تفرهات معنا معاتش سو بخيشان فلانة تحتك المشكلة ديك تتعامل معها ايه تولي تلقى الحلول دونك هي وتنجم هي فكرة لكي كان بوها حي كنت غريب بارشة بوها اه ما تعرفوش كمية تخليها عمارة ثمانية شهر كمية تخليها عمارة ثمانية شهر كمية تعرفوش أصلا ولذي ما هي افكسا افكسا هي في المخفى المخفى الشهيرة ايه تفرهات ايه تفرهات ايه تفرهات انا تلقى الحل مش تفرهد تتكلم تخرج الكلام انا جات لتفكرت على الحكاية من الحكاية اللي قلت نتكلم بالتاليفون تتكلم عجمات ايه تتكلم عجمات تتكلم عكبر تحس روحها متفرهدت معنا لقات الحل ولذي انا اقول للناس الكل بالحق راو تفرهد تخرج تخرج اللي حالي على قلبك تتفرهد شوية وتخلي تخلي روح ترتاحك شيئا ما فما خصك ان واحد يلقى شكون يسمع معنا عبد من اللي يسمع ويعرف كيفية يسمع ويعرف هاو الحلول الموجودة مش مش تفرهد على قلبك من غير ما يا شكون يأنبك يا شكون يحاول يعطيك نصيحة سكون انتي تتحكيله في حكاية شرق ويحكي لك يجاوبت في جواب غرب معنا ما عنده حتى علاقة ويبدأ مش تمركز معاك وتزيد انتي تستريس تبدأ انتي تحكي شحر وبحر تقولوا تي برب يركز معايا لاني نحكي معاك حسرك حتى فروستخيم معنش تتحكي وهو من بعد يعطيك حلول اللي ما عندهش حتى علاقة بالمحر ولذائرة ونعمة انك تلقى شكون ليتحكي ويعرفي اسمات ويعرفي اسمات وانا نطالب منكم انكم تسمعوا لي انكم تسمعوا لي وتحلوا وتقولوا كلكم اذان صاغية اذان صاغية تسمعوا هالغنية من اقدم الاغاني تونسية المعروفة اللي تعاودت برشا مرات تعاودت برشا مرات واي يخلي الموالي يتعدى مش علاقة يعرفوا الصوت فماشي ما يعرفوا الصوت والغنية مشهورة برشا مع العذابة تغنات برشا غناوها حتى انه كان تدخل سياسي من اعلى مستوى من اعلى هرم مش بدلوا كلمات لانه ظهرت الكلمات الاقديمة فيها شيء من المس حتى بالبلاد اصلا تقرخ الحاجات تقرخ واقع تاريخية حقيقية صارت في القرن التاسع عشر في بيئة وسط القرن التاسع عشر شكوني اللي تغني في الغنية موسيقى موسيقى فشكية مع العذابة خشية بلاد الشيح والقطابة غنيه قديمه كما قلت غنيه القديمه جدا موجوده حتى في دو كافية معناه ليش غنيه تصاليحه نعم نعم غنيه من القديم قديمه تجده في كتب الرزق ديوم الأغاني تونسية دو كافية بدل كبار شمارهك كما قلت بدل كافية الكلمات كلماتها نفسهم لكن فيما في الكابولار تبدل بثال لأن تونس بعيدة والعرب قتالة دخل رئيس الجمهورية الرئيس الحبيب بورقيبة. قال شنوها. العرب قتالة. ولا تونس بعيدة تونس عزيزة والعرب رجالة. أيها كأح. لا لأنك تقالت فقط في زمان تقالت تأرخ. تأرخ الحاجات. هو أسطورة خاطرين قريبت عليها الغنيدي. قال يعني مرأة تحكي على وجاعتها. مرأة تحكي على المراولة وجاعتها. شكولي تغني. لا نحكي لك على قصة الحكاية. شكولي تغني. لا يعطينا شوية تفاصيل. فنانة تونسية. 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 لا تونسية. حبة طليانة. ما هو ساعات تقول لنا فنانة وكذا. ونمشي في بينا تونسية ومبعد تطلعنا من الهند. عاد أنت وإذلك متعرش النبارات. متعرش النبارات سمحني عاد منك وقتها. مشي كل الطاجين وشوفها وشوفها. مع شخالتين علي طوغا. مع شخالتين علي. تجيب. ينارك على روحك. على كل حال أنا في انتظار. أنا متعكد اللي بشي طلعوها في سا في سا. آآ خاطر سهلة. سهلة أنا اخترت هذا سهلة. أحنا هذو حلقات الأخيرة من عمر البرنامج هذه المتينة اللي بي كانت. في السبكة هذه. حبيتوا يكون نسم ليح عن ديوجان معاكم. نسم ليح وطيب طيب طيب عالاخر. راني عالاخر نسم ليح. فوق القيمة. عالاخر اللي نعوذ الطيبة قاعدة طايحة اللي مينو عالي صار. فانتش. الملائكة تطييرا كي على الأجناء. لك الملائكة انتي. آآ ملائكة ما. معنا فنينة تونسية كبيرة. عندها بيختوار متاع أغاني كبير. كبير. فنينة كبيرة. زيت مواقف كبيرة. زيت كيف كيف عندها مواقف. مواقف اللي هي. سواء من ناحية الفنية. من ناحية سياسية. من ناحية الاجتماعية. آآ ضربة بها الأنفال. سيغنومي. ولو عندها حتى آآ اسم شهرة. معنا تطلق عليها اسم آخر. معناها اسم شهرة. حسين شخصية كبيرة. في البلاد. الله يرحمها. متوفية بطبيعة. فنفركس على شكون اللي نغنيت مع العذابة. في التسجيل اذي اللي كنا نسمع فيه. اللي هو تقريبا من أول من أقدم التسجيل اللي خلطتنا. في الاغنية هذي. كما قلت اللي هي غنية قديمة قديمة. وعندها تاريخ قديم. في انتظار انكم نطلعون اغنية مع العذابة. وشكون الصوت اللي كنا نسمع فيها. تغني فيها. مش نمشيو الى آآ فيلم اين الحق الحق. اقترحوا علي باسام في فقرته فيلم الصهرة الشيخة علي. حتى نحبه بارش الفيلم ياسر نحبه يعجبني. وبالحق نحس نضحك نضحك فيه. نضحك في الفيلم هذي. اللي هو اللي هو سيباسام. نقول لكم علي ولا خلنا نعمل لك. ما نقول شتو لك. خليجي. حتى نعمل كويز الجيهة. نعمل نلجي. قدام الكويز زينا اليوم. كيما تقول انت الدنيا دافئ. واليوم كي نهى عشية تحده. وكذا ما يزمن شكي فيلم الفيلم كيكون سعيب وكذا. على ذيك اخترت فيلم كوميدي مية بلمية. هو فيلم مصري من عام 1966. اخراج المخرج وسيناريست فاتين عبدالوهاب. حوار وسيناريو سعد الدين وهبة. الفيلم يحكى على زوج وزوجة. والزوجة كانت اتخذ في بوست. سعد الدين وهبة ايه? اما معاه كأديب كبير برشا عبما جيت جودة سحار. اللي هو أديب مصري كبير. بالأسف شديد ما مش معروف. لكن شخصية عظيمة كاتب كبير وعنده مؤلفات كثيرة. وعنده من جملة. ده احنا كنا في اليسي كنا نقرأه. ده نقوله جودة لوماريسيان سحار. عنده قلم يسرح له. وإضافة إلى ذلك هو من ناس اللي يعمل كتاب على سيد المسيح. نوع من التعريف بسيد المسيح. وحاولت يوحد النظرية لكل موجودة. تصلب ما تصلبش معنا نظرية الإسلامية وغير إسلامية. تصلب ما تصلبش كيفاش تصلب بشكون اللي تصلب وده شو. وخرج تخريجها يسرح له مقنعة جدا. ممكن مش الحقيقية معنا. ممكن هذيك مش مش هي الدرسية الحقيقية. هل حد ما يعرفها حتى حد. إنما رؤيته. 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 معنا. وينجم ويقبلوها ديانات الكل. معنا. ديانات الكل تنجم تقبل تخريجها نتاعه. سلوه برشا. عبد المجيد جودة السحار. السحار. ومشارك في الكتاب تدلنا نص وسيناريو. به كما قلت لك جيهين الزوجة كانت تخدم في بوست معين ومن بعد وليت هي العرفة ومديرة زوجها. يعني بالفلاسة اللي كان طلعتش اسم الفيلم دي. إلا إلا حقيقة ما زلت. اسم الفيلم هو ميراتي مدير عام. اي. تعرف الفيلم. اي. باز تتفكروا باز تفرج فيه. به من نلقاوه اللي شاركوا في البطولة. ساعة مانيش بش نحكي على بنسامي زوز الأبطال للأساسيين في المسلسل. نلقاوه كريمان يوسف شعبان شفيق نور الدين عادل إمام عبد المحسن سليم حيسين إسماعيل هيلة فاخر الضيف أحمد نبيلة السيد محمد شوقي ومجموعة أخرى من. توفيت فقد. بجلالة قدر وتوفيق الضقن. اي توفيق الضقن. لما 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 جموعة كبيرة من الثنانين اللي آآ معني أسامي ترعب. كل ما دهو يكونوا تدفيش. وفهم حتى اللي بديهم معنى صغار وقتها لكن دي جا ظهر ضربهم. اي. 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 والبطولة الكبيرة نلقاوها اللي هما دي جا زوز مع معارسين. وقتها. اي. وقتها معارسين. اي. وقتها معارسين. ادى اللوعة آآ شادية. وزوجها آآ سلاح آآ ذو الفقاء. احبيت ستورة نحكي على القصة خطي كي شفت الفيلم ومن بعد شفت قصتهم الغرامية والحب اللي هي فغيمون. قصة مزيانة برشا. وكانت من احسن القصص. ومن اكثر القصص اللي معروفة. في العالم العربي في الفيلم مجال الفني. كانوا يحكيوا عليهم برشا كيفاش الحب كان ما بينيتهم. وكيفاش عاشوا لحظات حب كبيرة برشا. والقصة الحب امتاحهم بديت من وقت ما بديوا يصوروا في الفيلم الرومانسي اغلى من حياتي. وقتها هم بديوا يصوروا في الفيلم ديك. وتحسهم بديوا يحسوا العلاقة امتاحهم تكبر وتتطور. ديمت هي مدة لكن من بعد كما نعرفوا اللي هما ينفصلوا على بعضهم بسبب يعني مشاكل اللي هي وشي دي هي اللي اختارت انها طريق حسب مفهمت من القسم تيحو خاتر. انا كتقول بديت بطريقة رومانسية من انتهت بطريقة بشي عاجلة. كيفاش هما احنا حكينا على. كانوا كانوا كان صعيب برشا معها. هو. كان صعيب برشا معها. لكن هما يحكيوا. كان صعيب ومغيار. اي هو تحسوا عنده الكاريزما. كان عنيف. اصلا كان عنيف معها. كان عنيف معها. كان عنيف. هذا معنا بعدش اظهر معنا في كان شيء معنا عنيف. هو زيجتين كانوا في حيات شادية كانوا زوز معنا مختلين معنا شيئا ما. زيجتها مع هو وزيجتها مع شكري سرحان. كيف كيف. ما كانوش ناشي ميه. نشكر. بانجور. سبيح الفل لسبيح لمحبة. نهاركم مسعة بالليم. هنة جيت ثمانية غربا. مرحبا زرتنا باركة. جي ثمانية غربوعة جي ثمانية و جي وقت لتحبية الدارداري كما يقول بسطورة في كل وقت نحكيه على الفيلم هذي هو كوميدي مية بالمية تبدأ من الأول ما تتفرج من أول الفيلم الآخر الفيلم تبدأ تضحك وبالحق شيخ ضح لكن الفيلم هذي اكتشفت فيه برشا رسائل اللي هو الرسالة الأولى اللي شفتها في الفيلم هذي المساج اللي حبو يوصلوه يحكي في الفترة هذيك على المرأة اللي تخدم وتولي هي شيف وتكون زيدة شيف في دارها واللي فغيمة وتخليش دارها هكي كما يقولوا احنا مفارطة ولو راجل ما يقبلش بيانسور اي هكي كما يقبلش وكذين سيد غيمة حمدي لكت زوجته شادية كانت فرق سيسمون نقيتوش كانت زيجة غير ناشحة وفهم مشهد شادني وقت اللي هما ماشيين للخدمة ومن بعد خازت تلقى شيميز متياه وتلقى القفلة متاعه شيميز طايحة رجعت تجري جبت لبرة والخيط وخيتتها وكذي ومشيت ومن بعد زيدة يحكينا زيدة على المساج الناس اللي قاعدة يعني كيفيش تلفق في التهمة تتملق تتملق زيادة اسوانيا ويفرقسوا في التهم الكاذبة على العبادة استادوا في المئة العكرية اي اي معناها جدا روحها هي في الدار وفي الشغل اي هي جدا ولت ورت صورة المرأة اللي تخدم اللي كيفيش جدا روحها في الدار وفي الخدمة مع رجل وعطيتوا كل شيء كارو 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 اي اي وفما زيدة مشهد اخر وقت دستورة كيت تتفكر وقت اللي كي في عيد زواجهم كيفيش بش تعطيها كادو كادو هي عطيتوا الوحدة تبع الكرهبة اي نسيتها بالضبط وهو عطيها كتيب قرآن يعني فما علاقة كبيرة في مبينيتهم وفما برشا رسائل حتى في الهدايا اي اي فما كانت علاقة يسرح لقم لحق الفيلم افوا اي فيلم زيام داعش تعرفوا اي اه ما حاجه ما حاجة شوفوا نواعي بلوم زيان برشة حلو ذامر برشة. فيه mحاولة الى ان المدعة تنجم قادرة انها تكون شايف معنا بالحق عرفت زوجها bandو waktuها مش متقبوله والضبط المرات كون عرف tio لك في نفس الوقت تتوى تتوىق بين خدمتها وبين داره وزواجها وكذا. لكن تتحس انك خصي كيف. انا شخصيا فيه برشة المرعة بتحمل برشة. المسؤولين. خاصة تعمل recycle fish in bir photo? jaim. معناها أكثر يمكن. يومنا هذا المرة متحملة. وصرت وقت اللي هي تبدلت من البوستة تحت قال لها ما تقولش. يعني ما غير ما تعلل إلي اين ويك معارسين وكذا يعني خالي علاقتنا وكان فيها برشة غيرة وبرشة عرك وبرشة. آه. ما يقبلوا فما برشة رجال ما تقبلش ما ما يقبلوش معناي مرأة تكون هي عرفتهم. آه. 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 آآ اي 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 اي. انكوخ بلوس مش تكون مارت معنا في عرفته في الدار عرفت في تونس بالقانون زيارة ويبقى ما نخلي وهيش على خطر ممنوع ممنوع يخدمه في الوظيفة العممية ايه في الخاصة يخدمه بطبيعة ما في الوظيفة العممية بنجا مش تكون عارف معنا ازواج واحد عارف ايه نجاش تكون عارفت ايه فرد 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 ادارة ما على كل حال في الميسر حلو هنا في الشادية بتبيعة فنانة كبيرة وكذا لكن اللي اكتشفتها وقتها وهنا صغير في اول مرة هي نبي لسيد ايه لسيد اكتشفتها في دورها في الفيلم هذا كانت رائعا محليا الله يرحمها زادهية والله يرحم الجميع كان في المحلوب بالحق انا ننصح ننصح انكم تشوفوا الفيلم هذيه بعدش بعد الفاصل مش نرجع بغنية انتع فيلم غنية الفيلم اخترت مرة دي مش نبعد بارشا مش نمشي الفرنك سيناترا نحب بارشاني الحق الحق رغم ما يتقال عليه في اوفر اند اوفر اه وهي من اغاني الافلام كذلك اه طاو فرنك سيناترا شارك شارك في برشة اافلام اي وتقعد باقي الصورة الكولت اللي قاعد في بالي هو يغني في شويرا نيويورك واشتاد صب عليه في فيلم من سيكي فيلم اشن هو نواري بلو ويشتح معنا ومعنا ويزكزك بشتام انا تقعد احسن اغنية عندي بالنسبة لي انا هي سترينجورز ان دي نايت اي بفضل اوه من ارواح الاغاني مش نسمعون بعدش شوية فرنك سيناترا لكنت هيك عمل الفاصل